السلام عليكم اللي بنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا اتم الصحة والعافية عواشر مباركة اللي يدخل علينا هادي العيد بصحة وبسلامة يا ربي وباش ما تمنيتو ان شاء الله اليوم كيف ماشتوا معايا في العنوان جبت لكم فقاس بالكغامي اللي كي يجي اكثر من رائع ناجح مليون في المئة ماشي غير مية في المئة غان شاء الله غتشوفوا معايا ان شاء الله جميع التفاصيل وجميع الاسرار باش غينجح ليكم الفقاس دائما ما غتستغنوش على هاد الوصفة هذه ما غتستغنوش على الطريقة اللي غنشاركها معاكم ان شاء الله بدون كسور بدون ما يتشقق ليكم من الواسط المهم ناجح مئة في المئة غتقطو حتى الاخر حبة ولا حبة ما غتكسر ليكم وايضا غنشارك معاكم طريقة كيفاش كان طيبو باش ما يتنفخش ليكم في الفران وباش ما يتشققش ليكم كيفما تشوفوا معايا البنات كيجي لديد وكيجي رائع وكيفما كيقولوا عليه فقاس نسوس بمعنى الكلمة مافيش اللوزة لبنات هاد الفقاس غنصوبوا معاكم غير بالجنجلان غنشارك معاكم ايضا تمن البيع ما تنسوش لك انتادي اول زيارة لكم للقناة تشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وخليكم معا المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للبنات للمكونات اللي غنحتاجها في هاد الفقاس هادا اللي كيجي ضغمو اكثر من رائع غنحتاج فيه زلافة ديال البيض اي ما يعادل ثمانية ديال البيضات الحجم ديالهم متوسط ماشي كبار بزاف وماشي صغيرين بزاف زلافة مهمة كتонецل ما كتاد السوائل 8 او 8 او 7 انا اهم عندي هذا الزلافة نفس العبار هنضار السكر وازيت زلافة صغير بزاف حبيبات تقريبا تجربية تقريبا مى و تخلcommerce او الزلافة نباتيك مى و 500 مل اية زلف zones نباتية كالاقص luz نحتاج الزوج الياغورت دانت فلان كرامل زوج العلب كل العلبة فيها تمانين قرام يعني عندي مية وستين قرام بيناتهم نحتاج الزوج الأكيس الخميرة كيموية من فئة ثمانية قرام ونحتاج واحد الفلان كرامل وزوج فاصلة خمسة قرامل ونحتاج واحد الرشة الملح بالنسبة للبنات اللي ما عندهم دانت كرامل او لما عندهم فلان كرامل تقدروا تعوضوه بدانون عادي يعني ياغورت عادي ما ديروش علبة تكملين ديرو علبة ونصف او لا تعوضوه بكاس ديال الحليب كاس ديال العنباء ديال الحليب ونحتاج دقيق بطبيعة الحال على حسب القياس اللي غي هزلي هاد المقادير هادو ولكن انا غان عبر معاكم دقيق وانقول لكم بالضبط هاد العجينة هادي ديال الدقيق بالنسبة لبنات الطريقة اللي كنخدم بيها انا في قصفة دائما كنخدموه بالخلاط الكهربائي كندير المكونات اللي عندي كاملة من غير الخاميره والزنجلان او لاة كندرد فيه اللوز كندير كلسي في الخلاط الكهربائي وكنن تدربة مزيان حتى كنتحصل على الاوحد الخالي Gut R من بعد ما كنتحنو مزيان كنخلطو مزيان مزيان الزنجلان ونضيف الدقيق قليلا بشوية بالنسبة للمقادير فهي اخذت بالضبط كيلو و 600 قرم ديال الدقيق يكون اي نوع ممتاز بالنسبة للفقاس لا يمكنك تخدموه بوحدة نوعية اللي تكون مزيانة كتبقى فقط وشكة تشرب السوائل او لا تشرب او لا تشرب مثلا انا عندي هذا الدقيق هذا مزيان ما كيشرب ليش بزاف السوائل دكشي علاش خدات لي كيلو و 600 قرم ديال الدقيق ما يمكن بقى نضيف الدقيق شوية بشوية ونضيف حتى دوك زوج الأكياس ديال الخاميرة حتى كنتحصل على واحد العجينة اللي كتكون متجنسة وكتكون ايضا كتتلسق شوية في اليد لنجاح الفقاسة البنات ما تقصحوش العجينة هدي واحد العامل الاساسي اللي كيخلي الفقاس ديالكم كيتشق كيتشق من الوسط الا كانت العجينة قصحة بزاف الا كانت قصحة بزاف ما كيتلقاش في ان يتنفخ دكشي علاش كيتترتق لهذا ما تقصحوش العجينة بزاف خليوها طرية كتلسق في اليد ديالكم ولكن في نفس الوقت ها مجموعة يعني ماشي لدرجة انها خفيفة بزاف لدرجة انها ما كتتجمعش ليكم فقط كتكون كتلسق شوية في اليد صافي المائم هنا من بعد ما جمعات العجينة ديالي كيف ما قلت لكم ارى اخذات كيلو ستمية جرام غناخدها وغنقسمها على واحد الكويرات هكا اللي كتكون متقدة مثلا انا هنا قسمتها على ستة هذه العجينة كلها قسمتها على ستة كيف يبقى العدد هكذا ديال هذه الكويرات على حساب انتو موش بغيتو هذوك البودان لذوك اللي يعني الحرب الوش كبار او لا صغار ووش كتبغيوا الفقاس ديالكم كي يجي رقيق او كي يجي كبير مهم ان هذا هو القياس اللي كنخدم بها الفقاس دائما واللي كي يطلبوه لي دائما الكليان دياولي كناخد هكال موهم واحد واحد الكويرات وكنبدأ كده نخبطها شوية مع الارض كي يخرج منها ذاك الهواء اللي كي يكون لداخل باش ما كي يجيش ذاك الفقاس ديالكم وكي يجيش في ذاك الفقاعات من الداخل وكي يجي بحلة خاوي من الداخل في هالحفيرات بزاف مهم كتتحرب له كيف ماشتو معايا حتى كتتحصلو على واحد البودان كي يكون شوية غلاد ما كتترقوش بزاف كي يكون هذا هو الحجم دياللي بودان اللي خدمت معاكم مهم هنا كيفما قلت لكم انا درت ثلاثة دياللي بودان هنا باش غادي اندهنهم البنات انا غادي اندهن غير بالماء والكاكاو فقط درت تقريبا واحد جوج معالخ كبار ديال الماء وضفت لهم واحد معي القاس صغيرة ديال الكاكاو اما الكاكاو المر او الكاكاو عادي فقط كي يبقى الكاكاو المر هكا شوية كحل بزاف والكاكاو العادي كي يبقى شوية ماغو بالنسبة البنات اللي اول مرة غايد ديروا الفقاس ما كان نصحكمش تخدموه بالبيض كي يساهم في تشقق الفقاس لهذا ديروا غير الماء والكاكاو او الحليب والكاكاو فقط باش ما يزيد عادي تشقيق لكم الفقاس بالنسبة لي انا نقدر نخدم بالبيض عادي لانني مولفة نخدم الفقاس وعارفة طريقة ديال الطياب دياله كيفاش دايره دكشي علاش ما عندي مشكلة لانني نخدم بالبيض ولكن هالطريقة قدرتها على حساب المبتدئات او اللي ميكي نحلوه مش الفقاس ما تخدموه بالبيض بعد ما دهنت اللي بودان ديالي كاملي شرطتهم هكذا بالفرشيطة وغندوز باش نديهم معاكم للفران باش يطيبوه سوف البنات هنتم كيف ما كتشوفوا معي انا جبت الفقاس ديالي للفران كيف ما كتشوفوا دخلته فران بارد الفران هنتم ما كتشوفوا ما مشعولش نهائيا والفقاس ديالي مع ممري درتو في هاتس دهاتي اللي منها للنار دائما عندي هنا تقريبا واحد عشرة سنتيم ما بين السدة وما بين الصينية اللي فيها الفقاس اللي ما عندهاش البنات هاد السدة هادي اللي كتكون من هنا يعني كتكون واحد الحديدة هنتم كيف ما كتشوفوا الفوق على هاد السدة ديال الفران اللي ما عندهاش هادي باش غددير هاد طريقة هادي تقدرو تاخدو غير شي صينية او لا شي لا طب حال هادي تكون شوية عالية وكتقلبوها وكتحطوا فوق هاد السنية هادا ديال الفقاس يعني ما ديروش منه النار هادي واحدة المسألة مهمة وضروري باش الفقاس ديالكم ما يتفرقعش ليكم وما يتشققش وما يتنفقش فوق القياس ما ديروش منه النار لانا إلا درتوهم منه النار دغية كيطلع ودغية كيتنفق وكيتشك وضعت الفقاس ديالي في الفران سنشعل عليه النار وغتشوفوا معي النار كتكون مهيلة بحالة كتطيبوها على الشمع انا غنشعلو وغنوري لكم هنشوما الليبنات كيفما كتشوفوا النار مهيلة بزاف بحالة كتطيبو شي كيكا صاف هنا اي انا غنخلي الفقاس ديالي طيب وغتدوز عليها تقريبا حتى ال 45 دقيقة عاد باش غنهودو تحت وغنخليه تحت وغنخليه فقاس ديالي وغنخليه تحت وغنخليه تحمر وذيك الساعة غنخليه البنات اللي كيسولوني دائما على الفران دائما كنشاركوه معاكم هذا هو الفران الذي رهه قديم بزاف هذا الفران الافرح وحن نوعيه لكن الحمد لله يقضي به الغرض واخدام به والله الحمد معمروه ما دار ليشي مشكل في الطيب ديالي يعني كيبقى اي فران طيب مزيد كيفش كتتتحكمه في الطيب هي اللي كتتحكم على الطيب ديال الحلواء او لأي حاجة طيبتوها راهكا طيب في اي فران كيفش كتشوفوه ما زال ما شريتش واحد جديد كان قدغي بهذا اللي يقديموه لكن الحمد لله قديع به الغرض انا غنطيب الفقص ديالي وغنطلقه معاكم هنا البنات من بعد مدازة 40 دقيقه بالضبط خليت الفقص ديالي طابع لا خاطروا كيف ماشتو نار مهيله عندما البنات الفقص راه طابوا وتنفخ من اللي كتتلمسوا بالاصبع ديالكم كتحسوا به ناشف ماشي باقي تري خليوه يعني ينشف مزيان مزيان ما تخليوه اشتري وخيباليكم بان مره تحمر فوق القياس ملتحت ماشي مشكل مهم يطابع لا خاطروا هبطوا لتحت البنات على نفس درجة الحرارة يعني ما زيتش جهت لها او لا نقصت لها وغادي نخلي حتى يزيد يطاب مزيان عاوتاني من الفوق ويباليكم بحل بدك يتحمر بدك ياخد واحد اللون شوية مدهب ومن بعد غادي نخرجوه مباشرة من بعد ما كنخرجوه البنات انا الطريقة باش كنخدم بيها الفقص ديالي ما كنخليش يبات او يبقى مدة طويلة كنقطعوه مباشرا بعد ما كنخرجوه كنخدم طيب انا كنطيبه على حقه وطريقه كنخليه شوية يتحمر كي يطاب مزيان باش نقطعوه من اللي نعود نرجعوه يتحمر المرة التانية ما يتنفخش من الوسط هنا مباشرا بعد ما خرجتوه من الفرن وهو سخون كنوضعوه في واحد الصينية كيف ماشتوه او لواحد اللاطا على حساب الحجم ديال هاد الابودان اللي عندي وكننغطيها بواحد الفوطة اللي كتكون فازقة ولكن كان عصرها مزيان بالسلوفان كيف ماشتوه بهذا الفوطة كيف ماشتوه معايا كتكون فازقة بشوية الماء ومع صورة من بعد كان نغلف هاد الابودان اللي عندي مزيان بالسلوفان كيف مكتشوفوا معايا كنلبسها مزيان بالسلوفان ما كان خليلهش نهائيا من يخرج داك الهواء او لادك البوخار باش كيرجعوه الفقاس يرجعوه الصد وضغيه كيرتاب وضغيه كي يسهل عليكم باش تقطعوه وغادي ندخلوه مباشرا للمجميد تقريبا 1 مدة 4 ساعة او 10 دقائق او 20 دقيقة كيبقى على حساب المجميد واش بارد بزاف او لا ما كيبرد بزاف او لا انا تقريبا خدمني فقط 10 دقائق وجبته مباشرا بديت كنقطعوه واخره باقي شوية دافرة ما برد بزاف يعني باقي شوية دافئ انا باش كنقطع الفقاس كنقطعوه بالكوتوغ الكوتوغ اللي بناتنا كيتباع في اي بلاصة مشيتو مكتابة او اي بلاصة كتلقو عند هاد الكوتوغ هادا كيكون احسن احسن يعني احسن اادات تقدرو تقطعو بها الفقاس ممكن انكم تخدموه بواحد الموس اللي كيكون ماضي ويكون رقيق ما يكونش غلاث بزاف لكن كننصحكم البنات باش تخدموه بالكوتوغ كتجي تقطع ديالو مسبوكة ما كيخلينا لا فتات لاحت شي حاجة في الفقاس ديالنا كيف ما كتشوفوا معاي البنات تقطعها كيفاش كتجي رائعة وهانتوما البنات ترى ما كيتهرس ما كيتفتت محتش حالا يعني غيتبعو هاد المراحيل كل هاو تبعو الطريقة ديال تقطع الطريقة ديال الطياب طريقة ديال العجين غادي ان شاء الله ديما غايو اللي عندكم هاد الفقاس هو المعتمد عندكم مهم انا قد غادي نقطعو كيف ماشو معايا بنفس الطريقة انتوما البنات كيف ماشو معايا را كان قطحتها بلموس يعني تلموس قدروا تقطعو به ولكن الكوتوغ كيبقى احسن تقطع هو الكوتوغ بالنسبة لبنات الطريقة فاش كتكونوا كتقطعو ما تضغطوش على الموس ديالكم حاولوا انكم بحل كتت بحل كتتتشرتو يعني ما تهودوش نيشا مع الموس كتبقوا تديو و تجيبو في الموس باش كي يقطع لكم هانتوما البنات كيف ماشو معايا تقطع كله تقطع مزيان هنا ايام اللي كان قطعو مباشرة كنرجعو في نفس اللاطة اللي كنت طيبتو فيها و كان دخلو الفران فران يكون داجا عندي باقي شاعل وباقي سخون لكن كندخلو من التحت يعني كتكون النار فوق منهم ما كتكونش النار تحت منو كنطيبو على وجهو مجرد ما كنشوفو بدك يدهب و كياخدوا واحد اللوين كنطلعو من الفوق هذي طريقة عملية باش ما يتنفخش لكم الفقس و ما يتقوسش لكم من الوسط فانتوما البنات من بعد ما طيبت الفقس يكون هذا هو الشكل ديالو كياخدوا واحد اللون مدهب و محمر سمحوا لي ما اخديتش معاكم المقطع اللي كنت كان طيب فيه للمرة التانية للاسف تحذف لي ما عارف شعلاش المهم كيكون هذا هو الطيب ديالو كيجي رائع الابنات و داكلو الكرامل كيجي فيه ولا ارواح صدقوني لو جربتوا هذي الوصف هذي غتترجع ان شاء الله مو اعتمدة عندكم و اللي داقها عندكم غاي حماق عليه انتمنا لان الفيديو دياليوم انا الاعجاب ديالكم و الوصفة دياليوم انا الاعجاب ديالكم وتجربوها وترضو علي الخبار لانه فعلا فعلا كتستحق التجريبة بالنسبة لابنات ما تهرست لي احتشي حاجة ما تحرقات لي احتشي حاجة فقط بقودو كل قنيتات تمن باش كنخرجو بستين درهم للكيلو الحمد لله فيه الخير و البركة الفيديو ديالي هنا غادي سالين خليكم دباع الى اللقاء